اهلا بكم مشاهدين الى الاقتصادية المفصلة من الميادين الى العنوين هجرة الادمغة تهدد الاقتصاد التونسي 94 الف كفاءة تعليمية غادرت البلاد في السنوات الاخيرة رئيس شركة توتال فرنسية يحذر من فشل مسعى التغيير في السعودية ويتحدث عن ضغوط داخلية وفي النشرة ايضا اثر الازمة الاقتصادية الحادة وتراجع المداخين النفطية مادورو يعلن عن اعادة هيكلة الديون الخارجية لفنزويلا اهلا بكم تعتبر ظاهرة هجرة الكفاءات العلمية التونسية الى الخارج احدى اخطر الظواهر التي تؤدي لاستنزاف الثروة البشرية وتعد تونس من بين اهم الدول المصدرة لهذه الكفاءات حيث تحتل المرتبة الثانية عربيا بحسب مؤشر هجرة الادمغة المعتمد ضمن منهجية قياس المعرفة للبنك الدولي سميح البغانمي 94 الف حالة تتمتع بكفاءة علمية تونسية غادرت البلاد في السنوات الاخيرة اي ما يمثل 9.8% من مجموع سكان التونسيين المقيمين في الخارج بحسب ما اكدته منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وبذلك تحتل تونس المرتبة الثانية عربيا بعد سوريا على مستوى هجرة الادمغة والبحث العلمي هجرة الادمغة والكفاءات اصحاب الشهايد العليا وخرجي الجامعات والعلماء وكذلك اصحاب الخبرات ايضا والابتكارات وذي معناها اشكال كبير لان الدولة معناها نزيف حقيقي تخسر عليه معناها وتحذر وتربيه ومن بعد معناها الاستثمار الحقيقي للأوروبيين هو هذا هجرة الكفاءات العلمية او ما يعبر عنه بهجرة الادمغة شملت اتبا وقضاة واساتذة جامعيين وطلبا وان تعددت اسباب هذه الهجرة فان انعكساتها وتداعياتها تبقى خطرة على مستقبل التنمية العلمية والاقتصادية في البلاد تتأخرتون ثلاث عقود الى الوراء اذا ما استمر هذا النزيف باعتبار ان البلده بلد صغير في الواقع وليس به الحد الادنى من التقات فما بالك اذا استمرت موجة الهجرة التي اتخذت في الواقع اشكال مخيفة واشكال مفزعة لسيما خلال السنوات الثلاث الاخيرة تواصل نزيف هجرة ما يعرف بالادمغة يتطلب اليوم وفق اهل المعرفة والعلم تدخلا عاجلا لاجاد الظروف الكفيلة بوقف هجرة كفاءتها حتى لا تبقى مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيها متعثرة هجرة الالاف من الكفاءات العلمية التونسية الى الخارج تعد بحسب مراقبين انتكاسة قوية لبلد يطمح الى تحقيق انتقال ديمقراطي واستقرار اقتصادي وتؤكد فشل السياسات في استقطاب هذه التاقة سميح البغاني تونس المياد اعلنت وكالة بلومبرغ ان البحرين تستنجد بدول الخليج لدعمها ماليا فيما تشترط دول مجلس التعاون تقليص النفقات لتقديم المساعدة وكانت بلومبرغ قد قالت ان اصغر اقتصادات الخليج والذي لا يتجاوز حجمه 5% من الاقتصاد السعودي يرزح تحت ضغوط مالية تهدد استقراره المالي وذكرت بلومبرغ ان السعودية ستكون مجبرة على مدن يد العون للبحرين في ظل اجواء التوتر السياسي التي تعصف بمجلس التعاون الخليجي قال رئيس شركة تطال فرنسية احد اكبر المستثمرين النفطيين في الشرق الاوسط ان مسعى الاصلاح في السعودية قد يواجه مقاومة من الداخل وانه لا يوجد ما يضمن النجاح لهذا المسعى الذي يقوده ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان وخلال ندوة له في لندن قال باتريك بيون الرئيس التنفيذي لتوتال انه لا يمكنك ان تتحول الى نظام علماني فجأة مشيرا الى انه في حين ان معظم الشبان السعوديين الذين يشكلون نحو 70% من اجمالي السكان يؤيدون الاصلاحات فان الجيل الاكبر سنا ربما يحجم عن قبول مثل هذه التغييرات اعربت السعودية عن اهتمامها بالتعاون مع روسيا في مجال الطاقة الكهربائية ولسيما لجهة شراء معدات للطاقة اضافة الى توطين صناعة هذه المعدات على اراضيها بما يتماشى مع برنامجها رؤية 2030 وقال رئيس جمعية الشركاء التجاريين للتعاون مع السعودية اندري ترسوف ان الشركاء في الرياض مهتمون بالفعل بالمنتجات الروسية نظرا الى سعرها المنافس اذا ما جرت مقارنتها بنظيرتها في الاسواق العالمية ما يحقق ارباحا للمشترين صادقت الحكومة الموريتانية على مشروع قانون ميزانية العام 2018 وبلغت مليارا واربعمائة وثمانين مليون دولار وسط توقعات ان يبلغ معدل النمو الاقتصادي للعام المقبل نحو 3% وزير الاقتصاد والمالية الموريتاني المختار ويلد اجاي قال ان الواردات المتوقعة للعام المقبل تزيد عن ميزانية هذا العام وتصل الى ثمانين مليون دولار فيما يصل فارق النفقات بينهما الى زيادة تبلغ سبعة وثمانين مليون وخمسمائة وواحد وستين الف دولار اندحار تنظيم داعش وارهابيه من معظم المناطق العراقية اظهر حجم الدمار الذي خلفه ومنه الاستهداف الممنهج للمدارس ولسيما تلك المخصصة للفتيات وهو ما قد يدفع جيلا منهن الى اتون الجهل وما ينجم عنه من تراجع في القدرة الاقتصادية والاجتماعية فاطمة روماني عندما يصمت صوت المدفع يعلو صوت العمل هو ذا ما تحاول ان تقوم به اللجنة الدولية للصليب الاحمر على قدر المستطاع في محافظة الانبار في العراق هذه الصور تظهر لنا ما فعلته الحرب في مدرسة الرجاء للفتيات في مدينة الرمادي دمار هائل خلفه خط المواجهة المشتعل ومن بين آخر الذين غادروا هذا المبنى التعليمي مديرته التي عملت فيه ستة وثلاثين عاما هي تصف بحسرة وألم منظر الخراب الذي حل بالمدرسة متمنية محوى هذا المشهد من ذاكرتها يعني صدمة كبيرة والله صدمة من شفت المدرسة كارثة يدعى الصف مهدم الأنقاض مالية الممرات الساحة هذه المدرسة لم تكن مجرد مكان بل هي حياة تشاركتها آلاف الطالبات على مدى أعوام فهذا الصرح تعاقبت عليه أجيال تلو أجيال فريق تابع للجنة الدولية قام بإزالة الألغام والقضائف غير المنفجرة ما مكن عمال البناء والمهندسين من العمل نرحب بأي جهة تمد يد العون لنا كمؤسسة بولي عادة البناء المدارس أو ترميمها لاستقبال الطلبة واستقبال الكوادر لتهيئة الأجيال أو ترميم الأجيال بعد هذا الخراب الذي حصل ويذكر أن الأضرار التي خلفها النزاع قد طاولت نظام التعليم في جميع أنحاء العراق فهذه المدرسة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة فهناك آلاف المدارس بحاجة إلى ترميم عندما بدأنا تقييم الوضع في المدرسة للمرة الأولى لم يكن من المستطاع الصعود إلى الطبقة الثانية بأكملها نظراً لوجود متفجرات ولتلوث المكان بالأسلحة البسمة والحماسة للعودة إلى التعليم تملأن وجوه نحو 600 طالبة فأعمال التجديد التي أجريت لا يتوقف تأثيرها على المستوى المادي بل يمتد إلى أبعد من ذلك بكثير ارتفع معدل التضخم في تركيا بنسبة لمسات 12% خلال ترشين الأول أكتوبر مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي فيما زادت أسعار المنتجين بنسبة 1.7% على أساس شهري وأكثر من 17% على أساس سنوي وفقا لمعطيات معهد الأحصاء التركي كان النصيب الأكبر من زيادة الأسعار في قطاع النقل والمواصلات حيث ارتفعت بنسبة تجاوزت 16% وخلال الأسبوع الجاري رفع البنك المركزي التركي توقعاته للتضخم للعام الجاري ككل إلى 9.8% أعلنت وزارة المالية الروسية عن ضخ نحو مليارين ومائة وعشرين مليون دولار لشراء العمولات الأجنبية من أسواق الصرف الأجنبي المحلية حتى بداية الشهر المقبل فيما يصل حجم التداول اليومي من العمولات الأجنبية إلى نحو مائة مليون دولار وسيشارك مصرف روسيا المركزي في شراء العمولات الأجنبية من قبل وزارة المالية وبإبرام صفقات لشراء العمولات الأجنبية في جلسات التداول المنظمة لبورصة موسكو وستقيد العملة الأجنبية المكتسبة لحسابات الخزانة الاتحادية في المصرف المركزي لتقيد في الحساب الوطني للعام المقبل أعلن الرئيس الفنزولي نيكولاس مادورو عن إعادة هيكلة الديون الخارجية لبلاده إثر أزمة اقتصادية حادة على خلفية نقص السلع وزيادة نسبة التضخم وتراجع مدخيل الدولة بسبب انخفاض أسعار النفط العالمية وتوقع صندوق النقد الدولي تراجع الناتج المحلي الإجمالي الفنزولي بنسبة 12% هذا العام ووصول نسبة التضخم إلى 653% هذا العام وإلى أكثر من 2300% في العام المقبل حذر رئيس برنامج الأغذية العالمية التابع للأمم المتحدة دايفيد بيسلي من تطور الأزمة الإنسانية في إقليم كاسايب الكونغو إلى حد المجاعة حيث تعتبر من الأزمات الأكثر الحاحن على مستوى العالم وقال بيسلي إن هناك نحو ربع مليون طفل مهددون بالجوع خلال الأشهر المقبلة إذا لم تصل إليهم مساعدات عاجلة فيما يعتزم برنامج الأغذية العالمي إمداد نحو نصف مليون شخص هناك بمواد إغاثة بحلول نهاية هذا العام بالرغم من عدم وصول الأموال المخصصة للبرنامج والبالغة 135 مليون دولار قال وزير المالية الفرنسي برونو لومير إن حكومة بلاده باعت حصة قدرها 4.7% في شركة رونو لصناعة السيارات في صفقة قيمتها حوالي مليار يورو فاصل 2 وقال لومير في بيان له إن الحكومة حققت مكسبا رأس ماليا قدره 55 مليون يورو مقارنة بالسعر الذي اشترت بها ألسهم قبل عامين ويأتي بيع الحصة في إطار برنامج أوسع للحكومة لجمع نحو 10 مليارات يورو من خلال بيع حصص في عدة شركات هذا كل ما لدينا من أخبار اقتصادية نشكر لكم حسن المتابعة الميادين دوت نت للمزيد إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر